اشتركوا في القناة سلاما دائمين إلى يوم الدين أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة لازلنا مع تلميذ الأولى متوسط تلميذ الأولى متوسط عدنا فيديو جديد إن شاء الله عز وجل اليوم تمارين محلولة في اللغة العربية تمارين في اللغة العربية حول النعت الحقيقي والنعت السببي عدنا وضعية إدماجية واجبة الإبن نحو أمه تمارين حول الضمير وأنواعه تمارين حول اسم الإشارة حين توقفوا هنا عند اسم الإشارة نبدأ بالتمارين الأول التمارين الأول ميز بين النعت الحقيقي والنعت السببي فيما يلي أمثلة نبين ورها النعت الحقيقي ورها النعت السببي قرأت كتابا مفيدا جاء الولد المجتهد أخوه للطاوس ريش جميل أوقدت مصباحا قوي نوره أوقدت مصباحا قوي نوره طيب جريت في ميدان فسيح نزل من السماء مطار غزير نصيد في بركة كثير في بركة كثير ماءها أو في بركة كثير أو كثير ماءها كثير ماءها أو كثير ماءها كثير ماءها طيب شوفوا التمارين الثاني نقرأوا التمارين ونديروا الحل في الآخر الحل نخلوه في الآخر التمارين الثاني املأ الفراغ بنعت مناسب نعت مناسب سواء كان حقيقي ولا سببي ما حدد لكش إذا رقي التمارين كما هذا في الفرض ولا في الاختبار ما حدد لكش معناها تدير نعت حقيقي ولا سببي قدم المعلم جائزة يؤدي العمال عملهم بإتقان يستعد الطالب للامتحان ارتدت سعاد فستانا وكمل التمارين الثالث ألف أربع جمل من إنشائك يكون فيها النعت جملة فعلية تارة وجملة اسمية تارة أخرى أربع جمل نعت جملة اسمية وخطرة جملة فعلية التمارين الرابع أعرب ما يلي زرت مدينة جميلة أقبل رجل مجهول أمره أعربهم كاملا أزمنة الفعل كذلك التمارين حول أزمنة الفعل تمني الأول استخرج من الفقرة الأفعال وميز بينها من حيث الزمن عدنا فقرا خرجوا منها الأفعال قال لي مرة صديقي تعال بنا نستحم في البحر فإن الجو حار فقلت له إني لا أعرف السباحة فدعني وذهب وحدك أو ابحث عن رفيق لك غيري فقد مللت أن أكتفي بتدليل ساقي في الماء أو أقنع بالنظر إلى السابحين أو أن أقنع بالنظر إلى السابحين قال سأعلمك السباحة في لمح البصر فذهبنا ولما وقفنا في الماء قال لي تسبح أولا على ظهرك فإن هذا أسهل ما عليك إلا أن تستلقي على الماء كما تفعل وأنت نائم وأنت مد ذراعيك إلى اليمين والشمال ولا تخف فلن تغرق حتى ولو أردت معناها هذا الفقر نستخرج منها الأفعال تمامين ثاني حول الأفعال الآتية من الماضي إلى المضارع ثم إلى الأمر ركب جلس انتظر حاول قدم اجتهد انتصر أكل وضعية إدماجية السند الأمر أو الأم هنا خطأ الأم الأم ريحانة الدنيا وبهجتها هيهات تلقى كقلب الأم هيهات التعليم أكتب فقرة لا تقل عن عشرة أسطر تتحدث فيها عن معاناة الأم مبيناً واجباك أو واجباتك نحوها وموظفاً أفعالاً مختلفة مختلفة الأزمنة وطباق الروح التمنين تعالى الضامير وأنواعه استخرج الضامير وبين نوعه فيما يلي أنت تأمر ونحن نطيع الشمس والقمر هما المصدر الأكبر للضياء الفتيات شاهدنا الأهرام قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين الشباب هم مصابيح الأمة الأولاد يستحمون في النهر الولدان زاراء المتحف الزراعة هي أساس الثروة إياه نجل ونقدر التمرين اللي بعده أعرب ما يلي أنت تتقنين عملك هم ناجحون في أعمالهم أنجز واجبك طيب التمرين الخاصة بأسماء الإشارة أشر إلى الأسماء الأتية باسمي إشارة مناسب رجل إخوتي رجال كلاب سيارات تمرين اللي بعده هو آخر تمرين أعرب ما يلي إعرابا كاملا هذا طالب مجد هذه مكتبة ثرية هؤلاء رجال مخلصون طيب بإمكان التلميذ إيقاف الفيديو قبل أن يطالع على الحلو ينجم تلميذ يوقف الفيديو قبل أن يطالع على الحلول التمنى الأول خاص بالنعت السببي والنعت الحقيقي قرأت كتابا مفيدا ورها النعت مفيدا نوعه حقيقي لأنه تعلق بما قبله وليس بما بعده جريت في ميدان فسيح النعت فسيح حقيقي تعلق بما قبله جاء الولد المهذب أخوه المهذب نعت تعلق بما بعده شكل مهذب الولد أخوه إذن هذا نعت سببي نزل من السماء مطار غزير مطر وصف أو غزير مطر للوصف إذن نعت حقيقي للطاوس ريش جميل وراء الوصف جميل وصف للريش إذن حقيقي نصيد في بركة كثير ماءها النعت كثير إذن نعت سببي طيب هنا ملاحظة مهمة انتبهت لها هل نقول نصيد في بركة كثير ماءها ولا كثير ماءها النعت السببي النعت السببي يتبع ما قبله في الإعراب أم يتبع ما بعده في الإعراب نرجع للقاعدة النعت السببي النعت السببي يتبع من عوته ما قبله في الإعراب آه في الإعراب إذن يتبع ما قبله كما الحقيقي النعت السببي يتبع ما قبله في الإعراب إذن يتبع حركة ما قبله وما بعده يكون دائما مرفوع إذن كيف نقول جاء الولد المهذب أخوه نصيد في بركة كثير ماءها كثير تتبع البركة وماءها دائما مرفوع أو قدت مصباحا قوي يتبع المصباح قوي نوره هذا نوع حقيقي كذلك إذن هنا الوصف وره كثير نوعه سببي قوي سببي كذلك لأنه تعلق بما بعده طيب ثماني ثاني املأ الفرق بنعة مناسب قدم المعلم جائزة معتبرة للطالب المجتهد يؤدي العمال المخلصون ألا قلنا المخلصون أو ما قلنا مخلصين لأن العمال مرفوعة وجمع المذكر السلم يرفعوا بالو نيابة عن الضمة المخلصون المخلصون عملهم بإتقان هذا نعت حقيقي هذا إخلاص العمل هو الذي يتصف بالإخلاص إذن نعت سببي نعت سببي هذا يستعد طالب المجتهد للامتحان ارتدت سعاد فستانا جميلا فستانا جميلا منصوبا ثمانين ثالث تأليف أربع جمل طارة يكون النعت جملة فعلية وطارة يكون جملة اسمية زرت مريضا يشرف على الهلاك هنا ره جملة فعلية سرت في شوارع تكتظ بالمرة ره جملة فعلية الصيفة جملة فعلية أقبل رجل أحواله غريبة هنا جملة اسمية تحولت في مدينة شوارعها نظيفة أو تجولت تجولت في مدينة شوارعها نظيفة هنا جملة اسمية الإعراب زرت مدينة جميلة زرت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضامر متاصل مبني في محل رفح فاعل مدينة مفعول به منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره جميلة صيفة نعت حقيقي منصوب علامة نصبه الفتح جملة الموالية أقبل رجل مجهول أمره مجهول أمره طيب أقبل فعل ماضي مبني على الفتح رجل فاعل مرفوع علامة رفعه الظم الظاهر على آخره مجهول نعت سببي مرفوع علامة رفعه الظم الظاهر على آخره أمره أقبل أقبل أمره نائب فاعل نائب فاعل لإسم المفعول مرفوع علامة رفعه الظم الظاهر وهو مضاف والهأضامير متصل مبني في محل جر مضاف إليه قلنا الإسم اللي يجي بعد النات السببي غالباً يعرب فاعل له حالة واحدة فقط يعرب نائب فاعل إذا كان اسم المفعول إذا كان في اسم المفعول يعرب نائب فاعل طيب نواصلو 80 اللي بعد استخرج من الفقرة الفقرة اللي قرناها خرجوا الأفعال الفعل الماضي عدنا قال قلت مللت ذهبنا وقفنا أردت هذا قافي على الماضي فعل المضارع نستحم أعرف أكتفي أقنع أعلمك تسبح تستلقي تفعل تمدد لا تخف أو تخفي 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 مضارع تغرق مضارع فعل الأمر دعني اذهب ابحث هذا فعل الأمر تحويل الأفعال اللي أعطوهنا إلى المضارع ثم الأمر ركب يركب اركب جلس يجلس اجلس انتظر ينتظر انتظر حاول يحاول حاول قدم يقدم قدم اجتهد يجتهد اجتهد انتصر ينتصر انتصر أكل يأكل كل وضعي الإدماجية حول واجبات الإبن نحو أمه أو حول الأم بصفة عامة لا يستطيع قلب مؤمن أن يتجاهل فضل الأم ومعاناتها في تربية ولدها لأن هذه المعانات تبدأ منذ أول يوم من حمله فتجد الأم خلال هذه الفترة التي تقدر غالبا بتسعة أشهر صابرة على الألم وتقلباته وهو جنين في رحمها راجية من المولى عز وجل أن يحفظه لها ثم تواجه بعد ذلك أصعب اللحظة في حياتها وهي لحظة وضع الحمل الذي تتذوق فيه طعم الموت بعد ذلك تسرع في اقتسام غذائها مع صغيرها منذ أول يوم يخرج فيه إلى الدنيا وذلك بإرضاعه حولين كاملين كلما ذكرناه هو قليل من كثير عن معاناة الأم لأنها تستمر إلى أن يبلغ صغيرها سن الرشد أحسن إلى أمك أحسن إلى أمك عملا بقوله تعالى ووصينا الإنسان لإنسان لإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها أو كرها ووضعته كرها التوظيف الفعل الماضي ذكرنا فعل الأمر أحسن فعل المضارع تتذوق الطباق قليل وكثير كلمتين متضادتين طيب الروح التمارين تعال الضمير وأنواعه استخرج الضمير وبين نوعه فيما يلي أنت ضمير منفصل ضمير في فعل الأمر تأمر مستتر أنت ضمير في فعل نطيع نحن مستتر نحن ضمير منفصل الألف في زارا زارا ضمير متصل ألف هما ضمير منفصل نون النسوة في شاهدنا هي ضمير منفصل إياك ضمير منفصل ضمير في الفعل نعبد مستتر ضمير في الفعل نستعين مستتر كذلك هم ضمير منفصل الووف يسبحون ضامير منفصل اياه ضامير منفصل الضامير في الفعل نجل مستدير الضامير في الفعل نقدر كذلك مستدير تعاليم ثاني الاعراب الاعراب انت تتقنين عملك انت ضامير منفصل ما بن lovingك في محل رفع مبتدئ تتقنين فعل مضارع ما رفوع على المترفع يثبوط لانه من الافعال الخمسة ولي المخاطب ضامير مصل ما بن Sant في محل رفع فعل عمالك عمالك مفعول به منصوب علومة نصبه الفتحة الظاهرة والمضاف والكاف ضامير متصل مبني في محل جر مضاف إليه والجملة الفعلية تتقنين عمالك في محل رفع خبر للضامير المنفصل الأول الجملة الثانية هم ناجحون في عملهم هم ضامير منفصل مبني على السكن في محل رفع فاعل ناجحون خبر مرفوع علامة رفعه الوا ونياب عني الضم لأنه وجمع وذكر سالم في حرف جر أعمالهم اسم جرور بفي وعلمة جر الكسر الظاهرة على آخره ومضاف ولا ضامير متصل مبني في محل جر مضاف إليه والميم للجماعة لا محل لها من العراب الجملة الموالية أنجز واجبك أنجز فعل أمر مبني على السكن والفعل ضامير مستطيع تقديره أنت واجبة مفعول به منصوب علومة نصبه الفتحة ومضاف والكاف ضامير متصل مبني في محل جر مضاف إليه تمرين تأسم الإشارة قل لك أشر إلى الأسماء الآتية رجل إخوتي وكذا هذا رجل هؤلاء إخوتي هذه كلاب هذه سيارة هؤلاء رجال تمرين لبعده إعراب كذلك هذا طالب مجد هذا للتنبيه ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ طالب خبر مرفوع على مترفع الظاهرة لآخره مجد صيفة ولا نعت حقيقي مرفوع على مترفع الظاهرة لآخره الجملة الموالية هؤلاء رجال مخلصون لهاء للتنبيه هؤلاء ضمير أو إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ رجال خبر مرفوع على مترفع الظاهرة لآخره مخلصون نعت ولا صفة حقيقية مرفوع على مترفعه الواو نياب عن الضم لأنه جمع مذكر سالم وان خلاص الجملة الموالية هذه مكتبة ثرية هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ مكتبة خبر مرفوع على مترفع الظاهرة لآخره ثرية نعت حقيقي مرفوع على مترفع الظاهرة لآخره بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة